بأعداد قاربة المليون وربع مليون عنصر اكتظاظ وتضخم للقوات الأمنية والعسكرية هو نتاج سياسات حكومية منذ عشرين عاما أسفرت عن عسكرة المجتمع بأعداد فضحتها عملية التصويت الخاص خلال انتخابات مجالس المحافظات وذلك جراء توظيف السياسي والحزبي لمؤسسات الدولة الأمنية باتجاه تعزيز نفوذها داخل تشكيلات يفتقر معظمها للمهنية ومفاهيم التجرد والولاء للوطن أرقام فوضية الانتخابات في العراق وخلال عرضها للسجلات التصويت الخاص بقوات الأمن بيانت أن عدد منتسب القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت بلغ مليون و239 ألف منتسب موزعين على وزارات الدفاع والداخلية ومليشيا الحجز وأجهزة وتشكيلات أمنية ومسلحة أخرى بينما سجلت المفوضية ذاتها في انتخابات عام 2018 وجود مليون و70 ألف منتسب أمني وعسكري فقط استخطاب المزيد من العناصر للأجهزة الأمنية لم يقف عند هذا الحد حيث تقدم نحو 8 ملايين عراقي للتطوع في صفوف جهاز مكافحة الإرهاب خلال ساعات فقط من فتحه باب التسجيل الإلكتروني وهما يشي بوضوح إلى تفاقم الحالة المعيشية للشباب العراقية التي دفعته إلى الانخراط بجهاز عسكري لا يخلو من تهديد أمني ومخاطر جمّة قد تودي بحياته خيارات الشباب بمستقبل أفضل تكاد تنعدم جراء سوء السياسة الاقتصادية للحكومات والسشراء الفقري والبطالة والفشل في تنمية القطاعات الزراعية والصناعية بحسب مختصين طالبوا بضرورة معالجة ظاهرة العسكرة للمجتمع العراقي اقتصاديون بيّنوا أن المؤسسات العسكرية والأمنية هي تشكيلات سهلاكية غير إنتاجية الأمر الذي سيشكل تضخمها عبءا كبيرا على الدولة والسنزافا للموارد المالية والطاقات الشبابية لا سيما أن هذه القوات الأمنية تحتاج إلى تطوير إمكانياتها القتالية وتدريبية بشكل مستمر وليس إلى زيادة أعدادها التي لم تصفى العراق ليخرج من قائمة دول تتصدر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي